اشتركوا في القناة عاش بفرانسا جميل راتب عم نحكي عنه لكل اللي ما بعرف توفى وكانت جناسته مبارح من مسجد الأزهر فكتير كتير ناس حبيت انه طالب شغلي بوسيته انه ما يكونش فيه عزاء إلا لمحبيه طب كيف بدك تعرف أنت عن جد كيف بدك تحدد فكل واحد بحس انه بحبه ممكن يروح يواخد بالخاطر وكل الناس بتحبه كل الناس بتحبه يعني هذا كان هيك زي كأنه خلي الناس تفكر بشو معنات محبة فنان بعد عطاء كبير لأنه إذا تسمع قصته يعني أهله ما كانوش بدهنيا يفوت بهذا المجال شيلي من عائلة أريستوكراطية أمه فرنسوية أبوه مصري انه روح على فرانسا تعلم محاماة هاي العائلة بس بطلع منها محامية راع على فرانسا ترك المحاماة فات على الفن صاروا يسمعوا انه هو هناك عم بيمتل عم بيفوت على مسارح عم بيعمل أدوار قطعوا عنه المصروف زي ما بقوله بالأفلام وكمل قال لي أنا بدي هذا المجال بس بعد عشرين سنة رجع على مصر وعمل يعني أفلام لليوم تنحسب له من أحلى أدوار قدمها بقول إنه جميل راتب يعني اسمه فخامة الاسم تكفي يعني بدون شاك حصارة للساحة الفنية والسينمائية المصرية والعربية كان كتير كتير ملائم أدواره مع فاتن حمامة حتى بمسلسلات على الشاشة يعني حبيت كتير الراي البيضاء يعني في كتير أسماء صعب إنه ننساها لجميل راتب وبنفس الوقت هالأريستوكراطي إذا حكى فرنساوي بجنن آه جميل جدا إنسان أريستوكراطي كل معنا الكلمة حتى الأدوار اللي كان يأخذها دائما رجل أعمال دائما حتى إذا كانت بالشر يعني مفروض إنه يعطوه دائما إشي يكون هيك كلاس طبقة أعلى شوية طبقة أريستوكراطية لأنه شكله شكله على السينما بيوحي دائما حتى أعطوه دور يعني مرات بالكيف مع يحيى الفخراني أعطوه دور المعلم اللي بيقله كتير يعني بيقدر يتقمى الشخصيات بس أكتر دور اللي بيقله رجل الأعمال الأريستوكراطي صحيح هذا هو جميل باته مظبوط مع سناء جميل حتى يوم دائما ملائم هيك صحيح في فيلم كمان لما ضاعه بال مع الطيارة صحيح صحيح طلع شو بالبقله كوميدي بالبقله دراما بالبقله مسلسلات أفلام مسرحيات مسرح فرنسي أدوار عالمية مظبوط بأفلام عالمية في حتى فيلم هو شريهان عملوله دبلاج باللغة الإنجليزية يعني كتير أفلام إلو كشكل عالمي وصوته جميل جدا صوته رائع جدا طبعا فكان هالأده يثبت لنا أنه متقمس هاي الشخصية تنسى أنه جميل راتب خلاص هذا الموجود هناك هو إنسان تاني يعني رحل الجسد بس ترك لنا أرشيف ترك لنا أرشيف أكيد مميز جدا مثل ما ذكرنا بس ننتقل إلى مهرجان القونا صحيح بدورته الثاني نحكي عن أنغام ومحمد الشرنوبي بداية وأغنية المهرجان هي أغنية راعل مهرجان أنا بديش أذكر لأنه بناش نعمل إعلانات ولا لأي حدا بس حبيت كتير الأغنية فاكر زمان أنغام مع كل النعوم اللي بالعالم حطوها بهذا الفيديو كليب بنفس الوقت محمد الشرنوبي يعني كمان أداءه رائع جدا فاكر زمان بتفكري أنه بقلب الغنوية موجود معهن عبد الحليم حافز شادية صلاح ظلفوكار كتير ناس فؤاد المهندس وشبكار كتار رحلوا عنا يعني أنور وجدي وليلا مراد موجودين بقلب الفيديو كليب كتير إشي حلو يعني هن بصيروا يمرقوا ورجدي أبازة وكل النساء اللي بالفيلم هذا الزوجة 13 يعني ماخدين مقاطع أنا بقول جابوا ناس بتشابهوا وعملوا بطريقة عصرية اليوم يعني مع كل الإضاءة اللي هيك غامضة عليهم بس أنغامة بتمرقوا من قلب الفيلم كأنه الفكرة كتير حلوة وبمهرجان الجوني الحلو أنه اليوم مساء الخميس يكرم في أول ليلة بالمهرجان هناك سيلفستر ستالون هو قديش قالوا أنه مات وقديش قالوا إشعار تلها الشغلات اليوم رح يعطوه كمان النجم نجمة الجوني ويكرموه هناك تكريم خاص جدا بستاهل ورح تكون مفاجأة ضخمة لكل الناس الموجودين هناك هذا الجانب المشرق والإيجابي مش أنه عشان إحنا سلبيين لكن إحنا موجودين للحقيقة بكل تأكيد كتلاتتنا وهذا الواجب لكن شفت مبارح وأول مبارح اللي حصل في السوشال ميديا من أصدقائي مع مستوى الشخصي وزملاء أيضا يعني منحكي على إذا بدأ غزياد بكري كان المفروض يكون في هذا المهرجان وطلبوا منه أنه يستعمل جواز صفر آخر غير اللي هو حامله ورفض وما تمت هذه الزيارة لأنه ما بده يتوجه يكون في هذا المهرجان ومن الجانب ثاني آخر كان فيه أيضا الممثل علي سليمان اللي كان مفروض يكون من لجنة التحكيم في المهرجان الجولي حتى بعث لشغلي للأفلام الروائية الطويلة ووصل لهناك المبارح حاولت أتواصل أنوياته لكن تليفونه كان مطفل الظاهر خارج البلاد وكان مفروض يكون واحد من الحكام وصل لهناك ورجعوا واستعمل جواز الصفر الفلسطيني بالزبط يعني أنا بقول لك فيه شغلات ممكن إحنا ما منعرفها ليش عم بصير هيك من وراء الكواليس فيه كتير ناس ضد فيه كتير ناس مع أنا بترك هذا الإشي للناس ممكن أكتر محللين سياسيين بابعد عن الفن بهاي الإشي وأنا دايما بقول إذا فات الفن على السياسي والسياسي على الفن خربت الدنيا فعشان هيك خلوا الفن للفن وخلوا السياسي للسياسيين أنا بقول هن يستغربوا يعني الفنانين يستغربوا من هذا التعامل من إدارة المهرجان طبعاً لن يستغربوا بدن يستاؤوا كمان يعني بعدنا اليوم في ناسر بتشكك فيه أدوار عالمية آه وفيلم جديد مؤخرا كمان أفلام جديد كل هذه الشغلات أنا بقول أن هاي المهرجانات الضخمة لازم هيك تسلط الدوق كمان على الأسباب وتعطينا الأسباب كمان حتى احنا نكون عارفين نعم شو عم بصير على هاي الساحة أوه يعني أوكي نتحدث عن الرقابة اللبنانية هد من جانب الآخر حكينا في مصر منع في لبنان مظبوط وهو الآن منع في لبنان في لبنان ذنان الراهبة مظبوط شو التفاصيل مع أنه فيلم رعب وأنا يعني الكل بعرف كتير بحب الأفلام أفلام الرعب هندي بقولوا باللبنان أنه الفيلم ذنان مسيق للتعليم الكنسي ومسيق للدستور شو التعريف لهذا الإشي مع أنه إيش حسب الطيف المارونية يعني مش عارف ليش يعني الدستور أي دستور بقصده هناك وأي تعليم كنسية يعني هناك راهبة صبية صغيرة هي راهبة معهن كمان خوري ومعهن كمان رجل بعيد عن الدين بتجهوا لدير في رومانيا هيك قصة الفيلم يفتشوا على إشي بالزمنات هناك فيه إشي للشيطان شغلها تعرف كيف أفلام الرعب اللي كانت زي طارد الأرواح وكل هاي الشغلات أفلام اللي فيه كتير مفاجآت كتير ناس حضرت الفيلم عندنا هون وقالوا أنه ما فيهوش إشي يعني بسيء للتعليم الكنسية بالعكس أنه عم بفتشوا على أشياء كتبت زمان بالقرن الماضي وشغلات هيك الحلو كمان أنه بره وبكل الدور بتكون في راهبة بواقفة بتفاجئ الناس وهن طالعين يعني كأنها نزت من الفيلم وبتستناك هناك بنفس اللبس فيه مفاجآت لليه بيحبوا أفلام الرعب فيلم حلو ليش منعة في لبنان بس السبب أنا اتحريت للأسباب السبب هو يعني اختلاف مع آراء وتعليم الكنيسة المسيحية وبنفس الوقت يعني يتناقض مع الدستور أي دستور ما قدرت أعلم ما شفتوش بعد صح لا بس لازم أشوف يعني هون عم بأعرض الفيلم بقول إنه الفيلم فيلم رعب يعني كل أفلام الرعب فيها مفاجآت طبعا نفس اللبس بس حدا بتقمص شخصية وبيخوف الناس اللي طالعين بيكونوا كلهم مرتعبين منها ودي دايما بتطلع لها دولة تلاب أشخاص فبتلاقيها أنت بهيك محل عتم بالسينة ما بتلاقيها هناك لو أديكي هناك عثافة لا دخيلك أنا وفي أفلام الرعب أنا بالمرة مش أسحاب بخاف وزي الأطفال يحب الرومانسي والكوميدي أكثر رومانسي وبتعرف باسيم لما حكيت فن وسياسي كمان دين وسياسي مزعود فهنا منحكي على الدين والسياسي وحتى زي ما بنسمع مؤخرا مواقف دينية من أي إفنت أو أمسية فنية يا جماعة الموضوع حكينا كتير الأسبوع الماضي على هذا الموضوع أنا بقولك خلوا الدين لحاله خلوا الفن لحاله خلوا السياسي لحالها صحيح بذلك إذا عم بتقول ما فاش إشي بمس رموز دينية فأكيد الإشي مش المفروض أنا حسب القصة فاش إشي بمس بس ممكن أنه الشغلات صارت بالفيلم بأي مشاهد ممكن أنه شفوها أنه بتمس تعليم الكنيسة بس تحضروا لازم نحضروا ونحلل مصبوط من هذا الموضوع ننتقل لأصالة وتعاون جديد أو مجدد مجدد لأنه بفيلم ولاد رزق تعاملت مع فريق بساطة بكل بساطة كانت هناك أغنية ناجحة يعني تسهيل إذا بتسمعيها بتعطيك طاقة مخيف الأغنية أصالة مع فريق بساطة هالمرة بتعود مرة تانية أصالة مع فريق بساطة بسنجل لحاله بقلبي الألبوم تبعها غمض أوي باسم الأغنية فأنا بحب دائما لما تتعامل يعني تعاملت مع فريق ولاد البلد وسط البلد فزعت معهن وغنت بعروض لايف كمان كانت هناك حلو كان تعاملت مع بساطة هالمرة بتسهيل ونجحت فيها بولاد رزقها الفيلم هالمرة مرة تانية مع بساطة خلينا نشوف كرر أغنية لأكم من مرة الواحد ممكن يتهم بالاختصار فبتفهم أنه هاي تلفيقة حسب المنطقة العقل البسيط في ناس بتقولينه تلفيقة في ناس اللي طلعت حكت وأنا جبت اسمها خصوصي لورا بريول اسمها فرنسية فرنسية الأصل إذا بتحضر الفيديو تبعها كيف صار الإشي بتقول أنا متأكد أنه البنت مش عم تكذب لا يعني إذا بتحضر الفيديو تبعها شو إلها مصلحة فرنسية فتاة فرنسية تعرفت على ساعد المجرد أنه تطلع تكذب وتلفق له طهمة أنا بقول يعني المتهم بريء لا تثبت إدانته خلينا نستنى مع أنه الدستور الفرنسي والقضاء الفرنسي حكم أنه مداني متهم أعصري أنه مداني بس سؤالي بسيم إحنا عم نحكي عن نفس الصبي ولا هيصار فيه أكتر لا صبي تاني هون صبي تاني غير عن سنين اللي مرأت فبتصير تقول أنه يعني فيه حتى الإزاعات الغربية منعت أنه يوضع له أنه يوضع له أغاني هناك يعني فيه هناك مثل ثورة شعبية أنه بدناش هذا طبعا صار إشي مبدئي يعني حتى مقاطعة فنه تعالي أقول على هذا مقاطعة فنه فأنا بقول يعني إن شاء الله يكون غلط وإن شاء الله يكون لا لأنه أي إشي من هذا الشكل بيأثر على فنان من هذا الشكل طبعا بس أديش صار جدلي هذا الموضوع اللي بيقول لك فاش دخان من غير نار اللي بيقول زي دوريد أنا لأ هاي واضح أنه فيهم تلفيق لأنه صار أكبر مع أنه يعني محكمة إكس أم بروفانس هناك بفرنسا ومش ممكن أنه يكذبوها اليوم وبنفس الوقت أنه كمان عندك سان تروفين صار في هالإشي صحيح نعم أوكي مبارح كان عشوراء يعني على المستوى الديني كل عام وجميع بألف خير ورمضان القادم لخمسة أيار 2019 وعم بتحس أنه صار سريع سريع صار يقرب مظبوط كمان شوي بيجي لكريسبس بنقول بعد خمسة شهر لرمضان طبعا يعني كمان شوي إنه كمان سنتين ثلاثة بيجي بالشتة زي ما كان مرة بالضبط بده أكتر بده ست سبع سنين ست سبع سنين كل سنة بيقرب بيكون أهون عشر تيام فإحنا منحكي على غدا عادل على غدا عادل صحيح في رمضان ملائكة إبليس يعني الإسم شوف أنت جمعوا الملائكة مع إبليس يعني نعرف إحنا الملائكة موجودة بالسماء آه الإسم كان منتقد كتير لحد إسه يعني بعد عليه انتقادات ممكن يتغير بس إنه هذا العمل رح تشارك فيه غدا عادل بالألفين وتسعة عشر برمضان نعم خلينا نستنى لأنه يعني تعاونت مع كتير ناس منهم مثلا المخرجين اللي تعاونت معهن ونجحت مع إنه عم تتعاون حاليا مع كريم عبد العزيز بفيلم يعني نادر رياض السري للرجال فيلم كمان الإسم كان عليه انتقادات أنا بقول بتحط حالها دايما زي ما قال عادل إمام بمواقف بايشة بايشة عنده إرسلكوا على بر غيروا اسم يريتي غيروا الاسم ذنان لا يغيروا الاسم لأنه كتير عليه انتقادات أنا بقول إنه إن شاء الله بالنجاح عنا كتير أشياء إن شاهدة بكل تأكيد الإعلامي والإذاعي الزميل بسيم دموني شكرا لإيلاكم شكرا لإيلاكم شكرا لإيلاكم شكرا لإيلاكم